أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين غدت نموذجا حضاريا يحتذا به على صعيد التنمية الشاملة والاستدامة القائمة على أسس قوية راسخة من خلال المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وتنفيذ برنامج عمل الحكومة الموقرة والرؤية الاستراتيجية 2030 وأضاف رئيس مجلس النواب أن ما حققته مملكة البحرين خلال السنوات الماضية من إنجازات ومكتسبات في كافة القطاعات التشريعية والسياسية والاقتصادية والتنموية بقيادة عاهل البلاد المفدة هو مبعث أمل نحو مستقبل مشرق ودافع لبذل المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والإنتاجية على مختلف الأصعدة جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام والذي يحمل شعار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأضاف رئيس مجلس النواب أن نجاح الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية التي خضتها مملكة البحرين خلال الفصول التشريعية الأربعة وما صاحبها من جهود تدعيم مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات وتفعيل التشريعات في دولة المؤسسات والقانون فتحت أفاقا جديدة ساندت السلطة التنفيذية في خدمة الوطن ومد جسور التواصل مع المواطنين وساهمت في تطوير ودعم العملية التنموية الشاملة وشاد رئيس مجلس النواب بالتعاون الفاعل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر